نيابة عن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ترأس سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وفدة مملكة البحرين في اجتماع الجامعية العمومية التاسع عشر لاتحاد لجهن الأولمبية الوطنية العربية وأشارك في الاجتماع الذي عقد برأسة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز سعادة الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية محمد حسن النصف وخلال الاجتماع ألقى سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة كلمة رحب فيها بالحضور ونقل لهم تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية دولة المقر في دعم وتعزيز مسيرة اتحاد لجنة الأولمبية الوطنية العربية من خلال دورها الحيوي والبارز في النهوض بالرياضة العربية ودعم كافة لجنة الأولمبية في الوطن العربي منوها بالدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز في رئاسة الاتحاد وجهود الأمانة العامة وكافة العضاء وأكد سموه بأن مملكة البحرين ستكون داعما لأنشطة وبرامج اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بما يسهم في الارتقاء بالحركة الأولمبية في الوطن العربي والنهوض بالرياضة العربية وثمن سمو الشيخ عيسى بن علي مبادرة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية ورؤساء الاتحادات الرياضية العربية بتكريم المقفور له بإذن الله تعالى معالي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة مشيدا بهذه اللفتة والتي تمثل تقديرا لعطاءات الراحل وأساماته المتميزة والكبيرة في الارتقاء بالرياضة العربية كما تم خلال الاجتماع اعتماد سعادة الشيخ حيات بن عبد العزيز الخليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيسة لجنة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية العربية نائبا لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية تقديرا لعطائها وأساماتها وخبراتها المتميزة في دعم رياضة المرأة عربيا وقريا ودوليا كما تم اعتماد جدول اعمال المكتب التنفيذي رقم 33 و34 واعتماد التقريرين المالي والأدبي والتقرير المقدم من سعادة الشيخ حيات بن عبد العزيز الخليفة عن رياضة المرأة كما تضمن جدول الأعمال اعتماد تعديلات النظام الأساسي وتقرر إقامة اجتماع الجمعية العمومية القادمة والانتخابات بعد أولمبياد توكيو 2020 كما تقرر تأجيل دورة الألعاب العربية المقرر إقامتها في بغداد 2021 بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا